من عنوي النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم تابع محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل جهود تأمين الماء والكهرباء للمواطنين داعيا مديري الدائرتين والملكات العاملة بها إلى مضاعفة الجهود لتأمين هاتين الخدمتين وأكد المحافظ أن ما تشهده البلاد من ارتفاع لدرجات الحرارة تستدعي التحرك بشكل استثنائي وبعيدا عن الروتين واختزال التوقيتات في تشغيل وحدات الانتاج والضخ بكامل طاقاتها مشددا على أن حكومة المحافظة وضعت في أولويات خططها النهوض بقطاع الكهرباء والماء كونهما الأساس في تدوير عجلة الإعمار وتحقيق الاستقرار المجتمعي وطالب المحافظة لها للتعاون التام مع الدوائر الخدمية من خلال ترشيد الاستهلاك وعدم التجاوز على خطوط الكهرباء والماء بغية تمكن أهالي المناطق البعيدة من تأمين احتياجات هامة من هذه الخدمة ترجمة نانسي قنقر